يلا ياللي تناشدني علي من تحمل العاية ياللي تناشدني علي من تحمل العاية كل البكاء والنوح والحطرة على كل البكاء والنوح والحطرة على يا بني بكربلاء يا أبا عبد الله حبه بقلبه الله فلئن أغثرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن ناصرك مناصرا ولمن نصب لك العداوة مناصبا فلأن دبنك صباحا ومساءا صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا وليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم حكم الإله بما جرى في مسلم حكم الإله بما جرى لمسلمين والله ليس لحكمه تبديل حكم الإله بما جرى لمسلمين والله ليس لحكمه تبديل آوته طوعة مذرأته والعدام حوله عدوا عليه تجول أيها والله أيها والله وأغربته يا وحدته يا وحدته يا وحدته يا مسلم آوته طوعة مذرأته والعدام من حوله عدوا عليه تجول فحس منها ابنها بدخولها في البيت أن البيت فيه دخيل أن البيت فيه دخيل أي فمضى إلى ابن زياد يسرع قائلان بشرى الأمير فتن ماهو عقيل فدعى الدعي جيوشه فتح الزباية يقفوا على أثر القبيل مهو شخص واحد شكوا هالآلاف تروحون على شخص واحد ليش هالغدر والخيان يا ناس يقفوا على أثر القبيل قبيل فأتت إليه فغاص في أوساطهم يا أيهاي حتى تبدد عرضها والطوء يقول حتى هوا بحفيرة صنعت له أيوة ويلا حتى هوا بحفيرة صنعت له اش صار يا أي أهوة عليه أسنة ونصر يا 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 فاستخرجوا مثخنا بجراحه أيوة ويلا أيوة مسلمة أيوة غريبة أستخرجوا فاستخرجوا ويلا مثخنا بجراحه أيوة والجسم ومننس في الجراح يلا heal اسأل ما جرى جملا ودع تفصيله يعني لا تسأله هواي اسأل بعض الأمور اسأل ما جرى جملا ودع تفصيله يا اي فقليله لم يحصه التفصيل يا اي ييلوه قتلوه ايوى مسلمة قتلوه ثم رموه من أعلى البناء يا اي ييلوه سحبوه وهو قتلوه يا اي ييلوه ويلي ويلي هالبيت راح يكسر قلبك ربطوا برجليه الحبال ومثلوا ايوى ويله هكذا يصدع بآل رسول الله يا اي ربطوا برجليه الحبال ومثلوا فياليت اصابني التمثيل يا اي فياليت اصابني التمثيل يا اي ييلوه وله ابن تان مسح الحسين برأس الله حميدة حميدة هي الطفل الصغيرة كانت وديعة المسلم عندي الحسين سلام الله عليه وله ابن جوب يا اي ييلوه يا اي ييلوه لا اتذكر في الشغل اقول يا ابا عبد الله انت مسحت على راس حميدة من مسح على رأس رقية وسكينة من بعدك يا حسين وله ابن جان مسح الحسين برأسها يا اياي والمحس والمسح واليوت مسح الرأس فيه دليل يا يله ع الدراء بشبحة حميد عيون بالجنيب جايتي الأبوي بشرون الصيح يا الناس دلال الفطار وعادة الغايب يرد من السفار وراحبوا يوم رجع لي خبر يا اياي والفاجدة من تولت لومنا يا اياي بعشق للحميدة يا اياي راحبوا يومان شف دمعي كيد راحبوا يومان شف دمعي كيد يا اياي والا نمت ساعة يا اياي ولا ساعة هجعت يا اياي ومن زغر سني يا خلق وتيتمت يا اياي التفقد الوالب تخيب ضنون يا اياي والله يا اياي التفقد الوالب تخيب ضنون يا اياي يا اياي يا لضن شنتي يا حميد حاضرا يا اوري شتشوف بعظ وش صار وجرا جثة بضرب السيوف ممثلوا بمسلمها في الكوفة ممثلوا في قطع وتقطيع يجث تبضر بالسيوف متوذر بالشوارع قاموا يسحبونها يا إياه بالشوارع قاموا يسحبونها يا إياه ويناينا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين تستبشر الملائكة إذا رفع المؤمن صوته بالصلاة على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعمل المثقال ذرة شرا يرى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين هناك قاعدة فيزيائية درسناها في المدارس ولا الآن يدرسونها في المدارس ألا وهي أن لكل فعل رد فعل يساويه في القوة ويخالفه في الاتجاه هذه القاعدة قاعدة فيزيائية موجودة لحد الآن في المدارس هذه القاعدة في عالم الفيزياء ولكن نحن لدينا هذه القاعدة ليست إلا فقط في عالم الفيزياء لدينا هذه القاعدة أيضا في عالم المعنى شنو معنى؟ يعني في المعنويات نحن لدينا حياة مادية وحياة معنوية الحياة المادية شنوه؟ هذا الجسم الخارجي هذا المنبر هذا الكون هذا يسموه مادة المعنوية شنو هي؟ المعنوية هي الأمور اللي لا تراه بالعين عادة تحس بها ولكن لا تراه بالعين أو تفهمه ولكن لا تراه بالعين مثل شنوه؟ مثل الحب مثل العقل العقل لا يمكن لا أحد أن يرى العقل مو المخ العقل الكره ما تقدر تشوفه بعينك الروح 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 الانسان لا يمكن لأحد أن يرى الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ما حد يعرف شنو الروح فهذا ما يسمى بعالم المعنى فنحن لدينا أيضا في عالم المعنى وعالم الآثار السيئة والآثار الحسنة للإنسان أيضا موجود هذا الشيء الآن لو أحدهم أحدهم أتى وجاب سلاح ووقف أمام إنسان ووضع يده أو أسبعه أو بنانه على الزناد وأطلق الرصاصة ووقعت الرصاصة في صدري الضحية وقع الضحية ومات كل هذه العملية ممكن أن تأخذ منها ثواني معدودة ثواني معدودة ولكن بكل فعل رد فعل هذا الإنسان رح يأخذه حتى لو كانت المسئلة والحادثة الثانية واحدة ولكن الأثر المترتب عليه شنوه السجن مؤبد أو العدام عدام أو السجن مؤبد هذا الأثر لهذا العمل اللي قام به هذا الإنسان لكل فعل أثر إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر الآن إذا أجأ واحد قل لك بأنه أنا بالنسبة لي أريد أن أتبرع وأعدم بدال هذا الإنسان القاتل لا القوانين الأرضية رح تقبل هذا الشيء يعني لا الحكومات تقبلون هذا الشيء أن تتبرع أنت بدال واحد ولا قانون رب العالمين ولا تزر وازرة وزر أخرى اللهم يقبل هذا الشيء أنت ما تقدر تتبرع بدال واحد تروح تعدم بداله أساساً ما أكتش شيء ولكن لو فرضنا أنه أكتش شيء هذا الشيء ما يصير فالأثر أثر العمل لا يرجع إلا إلى صاحبه إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر الآن في المرور سياقة السيارة خلي يقول أنا عبارة اللايت الأحمر عليه جنو إذا أخذتني الكاميرا عليت نقاط يقللون من النقاط ثانياً فيه غرامة أجأ واحد قال أنه أنا أريد أن أتحمل هذا الشيء أنا أخويا أخذ من النقاط وحطها على النقاط ما رح يقبلون منه رح يضعكون عليه أساساً أنت رح تتكفل بالأثر لأنه أنت الفاعل هذا يعني لكل فعل رد فعل يساويه في القوة ويخالفه في الاتجاه لدينا قضية أخرى القضية ليست فقط في الأمور الدنيوية لا 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 الأمور الأخروية أكثر من الدنيوية الآن إذا أكو واحد من هالحكام الجبابر الموجودين ومروا في التاريخ شفتوا هذا الإنسان مات وشفتوا ما شاء الله سوى له في التشييع مليوني وهو كان معروف عنه أنه إنسان أجلكم الله فاسق ظالم متكبر متجبر هل هذا التشييع اللي صار إله والمدفن والزهور والمادر شنوه راح تشفع له بس يحطوا بالقبور ما راح تشفع له هل يمكن أن يخلص نفسه من الملائكة الغلاظ الشداد أنا أعيده وكرر أحنا مشكلتنا أنه أكو حجاب على عيوننا ولكل هالعالم كنا نشوفه أحنا بعيوننا أخرجوا أنفسكم أو أخرجوا أنفسكم ما يقدر واحد يشرد من الملائكة شي ردت من الناس الناس صفوا لك سوى لك تشريع مليوني بس الله سبحانه وتعالى لا يخدع عن جنته إذا أجي واحد وفي الحياة ادعب أنه هذا الكتاب إلي وهو كتاب مسروق أنه أنا أجيت وسارق لي كتاب معين وأجي يقول هذا الكتاب أنا ألفته على الناس رح تعبر عادة ولكن إذا القوانين الأرضية وحقوق الطبع والنشر كوبي رايت إذا عرفوا بهذا الشيء رح يوقفوا ولكن إذا ما عرفوا رح تعبر عن الناس ولكن هذا في سجل لعملك لا ما رح يسجلوا إليك هذا الشيء كون على يقين لو كتبت وطبعت مليار نسخة منها الكتاب المسروق رح يرجع إلى صاحبه من الممكن أنه أنا أكذب على واحد ولكن على الله هل ممكن واحد يكذب وما يلفظ من قول إلا ولديه رقيب تدري يعني شو العتيد يعني هو الروايات تقول يعني أسرع ما يمكن أن يخلقه الله للحساب يعني دقيق وسريع جدا أنه اللفظة إنساني شقد يأخذ من عنده بسم الله الرحمن الرحيم شقد أخذ من عندي أخذت نس ثانية ما أخذت من عنده شيء يقول لك هذا كتب لك يا بالتفصيل الشون صعد ونزل الآيات الشون صعد ونزلتها كل مكتوب إننا كنا نستنسخوا ما كانوا يعملون النسخة الأساسية الله يقول عندنا موجودة أنتوا عندكم الكافي جاء تشتغلون بيسا فإذا يجى واحد ودعب أن هذا الكتاب إلي إذا يجى واحد ودعب أنه أنا فلان فلان وهو كاذب على الناس تعبر ولكن على الله مي يعبر هذا الشيء حاشا لله لذلك الحسين سلام الله عليه في يوم عشراء في إحدى خطبه قال إن الله لا يخدع عن جنته أنت ممكن تعبر دولة معينة بجواز مزور وتعيش وتعبر عليهم بس بنتقدر تعبر الجنة بجواز مزور هذا مستحيل عملك رح يكون عفوا ثواب عملك وأجرك يوم القيامة رح يكون من قماشة العمل ماتتك شنو كان أعمالك أعمال حسنة قدمت شيء جميل في الحياة كانت حسنة ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن الله يقول رسول الله يقول شرط دخول الجنة الإيمان بالله سبحانه وتعالى إذا إنسان ما كان مؤمن بالله وبما جاء من الله من الرسل وأنبياء وأوصياء الأنبياء فإذا صل باليوم مليون ركعة هذا صلاة كلها باء منطورة هذا الإمام الباقر يقول يقول لو صلى وعنقه انقطع يعني يشقد صلى وركع وليس في قلبه حبنا حبنا أهل البيت أو ولايتنا أهل البيت فلا يدخل الجنة الشغلة مو كيف أكو باكيج كامل لازم من الله سبحانه وتعالى أما تمشي على الباكيج اللي الله نزله وأما نكون مثل مثل إبليس لا سمح الله قال يا ربي بس أنت اعفيني من السجود لآدم وأنا أسوي لك كل شيء قال إني أريد أن أطاع حيث أريد مو حيث تريد أنت من هو أنا الذي آمر وأنهى فإذا أخذنا كلام رب العالمين وبما جاء من الله سبحانه وتعالى فإحنا في الجنة إن شاء الله وإذا لا كيفنا قمنا ننقص هذا قلنا الله خلن نزع الحجاب الله يغفرنا ننزع الحجاب شوي الجو هنا مو صحيح ما يقدر واحد يأخذ راحته فننزع الحجاب بس نصلي إحنا نصوم مو مشكلة أنا أصلي وأصوم وقلبي طاهر أبيض ولكن حجاب ما أقدر شنو تجاوب رب العالمين بالله الله ما يقول والله إحنا المكان ما عدنا بالجنة واحد لازم يكون عنده جواب بعض الكلمات حساسة ولكن حقيقية أنت راح تدخل الجنة بسبب عملك أنتوا انظر في الدنيا شون شون إن الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معا للصبح لا يقول لأني لا مو الشكل هو يعرف شو يمسوي هو يعرف إذا هو من أصحاب الجنة أو لا الحر بن يزيد الرياح في كربلاق قال في تكلمة جدا عالية جدا جميلة شنو قال وخير نفسي ما قال أصحابي شي يقولون قل أنا عرفت شنو حقيقة وخير نفسي بين الجنة والنار فوالله لا اختاروا على الجنة شيئا عرف الطريق لذلك راح مع الحسين في آخر ساعات إذا ما كان مع الحسين كانت تشمله اللعنات إلى يوم القيامة مع جيش يزيد ولكن الله سبحانه وتعالى ألهمه الهداية خلال ساعة وحدة انقلب من جهنم إلى الجنة والآن صار عنده مرقد ما شاء الله في كربلاق والناس يزوروها في الأيام الأخيرة من شهر صفر الناس يرحوا لهم الشاية النساء بكثرة فقط لأنه ساعة كان مع الحسين شوفت انت انظر الارتباط بالله سبحانه وتعالى وبأولياء الله شي سوي بالإنسان ساعة وحدة انقلب من جحيم رب العالمين إلى الجنة فأنتوا انظر الله وين حاطك عملك هل لله هل تعمل بما أراده الله أو أمسوي لك دينة بكيفك أكوناس وين مسوين دينة بكيفهم سيدنا أنا خلي شوية أشرب شوية بس آخر الليل شوية تعبان أنا قل أشرب راحتك هي جنتك ونارك مو شغلي أنا بس أنا أقول لك اللي يجرب الخمر فهو من فساق يعني ما بيكلام هذا الشي يعتبر فاسق أنا خلي أنزح سيدنا صراحة كمرة تكلمه مع بعض النساء قالوا سيدنا أنا ما أقدر قلت لأني ما أقدر هو أي أمور ما أقدر أساسا الإنسان ما يقدر يسوي شي خلق الإنسان من عجل إنسان ضعيف خلق الإنسان ضعيفة إذا الإنسان ما يضغط على نفسه ما يسوي شي فأني لازم أقول أنا أريد أسوه مثل ما الحر بن يزيد تسوه إني وخير ونفسي إسا أنتم مثل تحطين حجاب براحت تشكت مو مشكلة هذا دين أنت جاء الصناعية براحت تشك دين صنعتيه لنفسك ما ضغط على نفسك الزهراء عليه السلام وزينب سلام الله عليها والمشكلة وين أنا طبعا الكلامي هذا مو منعا لحضور النساء أهلا وسهلا بهم المجلس مجلس حسين بيت الحسين أنا مو بيتي هذا الحسين يدخل كل الناس ولكن تقول أنا بالنسبة إلي يا سيدنا أصلي وأصوم وألطم وماذا شون بس ما أقدر للبس حجاب ليش ما أقدر وي صديقاتي أقعد كم من الناس المؤمنين بقوا بدون أصدقاء وعلى رأس القائم أمير المؤمنين سلوات الله وسلامه علي الحسين الحسين سلام الله علي نحن حاضرين في مجلس ومأتم الآن قال أن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين يعني قال ثو هذا له هذا لقل لأي أروح وياك ويزيد كان يمضي له يزيد خليفة المسلمين تدري شو كان يصير الحسين كان يصير هو بدال يزيد ولكن ما بعد آخرته بدنياه الحسين سلام الله قال أن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة السلة يعني ضرب السيف يعني يسل السيف بين أنه أسحب السيف وأقاتل وبين الذلة وهيهات من الذلة يأب الله لنا الله من يقبل أنا مش أقبل الله من يقبل اللي أنا أنا كإنسان مؤمن يا أبا الله لنا ذلك فمو فرد موضوع إذا واحد ما صار أصدقاء إذا تقرون الكل ما شاء الله في شهر رمضان يصير قريب من الله سبحانه هذا واحد نعم نعم الكبيرة إذا تقرون دعا جوشا كبير في إحدى مقاط يقول يا حبيب من لا حبيب له يا صاحب من لا صاحب المشكلة أنه بعض المعاني ما رح نعرف ما رح تنعرف عفوا ليش لأنه الإنسان ما عنده قابلية هاي القابلية هاي هاي الكاسة هنا قابلية هالقد تجي تحط به قابلية تنكر ما هذا ما رح يتقبل رح يطايف برا شون تجي القابلية شون الإنسان يصير عنده قابلية لفهم الكلمات ليش ندعي اللهم يستجاب لنا لأنه ما جاء نفهم لا نفهم ولا نفقه ما نقول الإمام الرضا صلى واته الله وسلام عليه صل على محمد وعلي محمد يقول إن الإسم الأعظم اسم الله الأعظم اللي به تقدر تسير كل شي في الدنيا يصير عندك قدرة للتحكم بالولاية في الكون إن الإسم الأعظم لأقرب في باء بسم الله الرحمن الرحيم لأقرب من بياض العين من سواده عندك بياض سواد بعيونك الإمام يقول هناك صار اسم الأعظم بس وين نشوف ما عدنا قابلية هي قابليات القابلية تصنعها بسجدة صادقة لله سبحانه وتعالى أنا أقولها وأنا على ذلك زعيم بسجدة واحدة صادقة بقلب متصل تصل إلى الله مباشرة بس المشكلة نحن نصلي كما قال رسول الله كنقر الغراب بعيد عنكم إن شاء الله أنا أتكلم عن نفسي طبعا نصليها نصليها شلو موشان اللي زقها أخبط المهم صلي وخلصها بابا هو الصلاة كلها إذا تصليها مثل الإمام أمير المؤمنين كم يأخذ من عندك كل الصلوات الخمس عشر دقائق مو بعد إحنا صلاتنا إحنا كل واحد نصف دقيقة نطول وياك شوي واحد خلي يتأنى بصلاته يتأنى يتكلم أنت جاء تتكلم مع الله المشكلة ما نعرف إحنا شون نجا نسوي هاي المشكلة هنا إذا إحنا ننتبه مع من نتحدث كنا نصبح كالإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه عندما كان يقف للصلاة كان يرتجف ويقع من خوفه من الله كان يشوف الله الله لا يرى ولكن كان يحس بجلال الله سبحانه وتعالى وإحنا ما نحس كأنه جاء نصلي لهوى إحنا لذلك ما يأثر بين الكلام لمن يقول لك الإمام أو الدعاء يقول لك يا حبيب من لا حبيب له هي حقيقية موضوع حقيقي أكو حبيب بالموضوع حب حب ولكن مو الحب الفاشل اللي نحب في الدنيا الحب النقي الطاهر الأبيض وين الناس بين الملاقات الحقيقية اللي يصير بين العبد وبين الرب وين الملاقات اللي كان يصير عند أمير المؤمنين اللي زهرات تقول له غشوات يقع كالخشبة الجامدة أو اليابسة وين نحن من هذا الشيء كان يغمى على أمير المؤمنين صلى الله الله نحن هو مو كان يصلي صلاة كان نفس الصلاة يصلي صلاة الصباح ظهر عصور مغرب وعشاء ومع النوافل بس لما كان يصليه كان يعرف شي يقول فلكل أثر أو لكل عمل أو حركة هناك رد وفعل لكل فعل رد وفعل فإذا كان تطلب من التفاح أن يعطيك عصير البصل ما راح يعطيك عصير بصل راح يعطيك عصير تفاح ومهما اجتهدت بأن تستخرج من عصير البصل عصير تفاح ما راح يمكن ذلك راح يطلع لك بالأخير عصير بصل مهما كانت نيتك صادقة أنقل لكم قضية وقصة حقيقية صارت وأخدم إن شاء الله هذه القضية نقلها الشيخ المرحوم الشيخ أحمد الكافي وهو من عظم قطباء إيران في الخمسينيات القرن الماضي أنا سمعت بإذاني إحدى تسجيلاته ونقلها أيضا سماحت آية الله السيد هادي المدرسي أطال الله في عمره كذلك هو نقل لهذا الموضوع يقول الشيخ أحمد الكافي يقول أنا سمعت السيد ميرزا حسن الشيرازي صاحب ثورة التنباك اللي كان زعيم الشيعة في سنة 1280 هجرية تزعم زعامة الشيعة في سنة 1281 هجرية يقول سمعت السيد بإذاني أو ممن نقل عن السيد عفوا نقل من السيد مباشرة سمعته بإذاني شنين يقول القصة يقول السيد كان يقول بأنه ثلاثة من تجار الأغنياء كانوا جايين من إيران إلى العراق السيد ميرزا حسن الشيرازي كان ساكنا في سامراء كان في سامراء مدينة سامراء كانت يعني هي حاضنة العلم مدينة سامراء بعدين تحولت إلى النجف الأشرة يقول هذول ثلاثة من التجار رجوا من إيران ومعهم أموال كثيرة جايبين جمعين تبرعات من الناس من المدن الإيرانية وذول صارين وكلاء عنهم يجون للعراق ويرممون مشاهد أهل البيت سلام الله عنه حرم الحسين حرم أمير المؤمنين كاظمية سامراء ولكن كان أيام أيام حج فأجوا يوم السيد كان معروف الآن شون سيد السيستاني الله يطول عمره إن شاء الله هو المرجع الديني الأعلى في العالم الآن كذلك كان هذا الميرز الحسن الشيرازي كان زعيم الشياء زعيم الطائف الشيعي راه هو عنده قالوا سيدنا نحن نريد نروح نجينا لزيارة العراق منا نريد نروح للحج رح نروح للحج ونرجع من الحج على مدنباشر بعملنا ولكن ويانا مجموعة أموال كثيرة كان الذهب وفضة وذلك لذلك زمانا ما كان يكون بنوك فقال نحن محتارين ونحط هذا من يقدر ناخذ ويانا نخاف من سراق من قطاع الطرق ياخذون من عنده هاي كله أمانات الناس قالوا شنو تنصحنا ماذا نعمل السيد رحمة الله عليه قال بأنه أنا بالنسبة إلي عندي أمين صندوق أمين صندوق يعني واحد أخلي فلوسي عادة عنده الأموال الشرعية هاي الأموال كله عنده هو يوزع للطلبة العلوم الدينية الأخماس الزكوات الصدقات هو يوزع للناس يعني كل الفلوس عنده والأمور كله عنده قال أنا فلوسي عنده هذا أنا أثق بهذا الإنسان أمين صندوقي قالوا زين إذا أنت جاد قلت أحلمات الحط فجابوا الأموال الكثيرة هاي الذهب والفضل حطوا يوم هذا الحج اسمه حج جعفر حطوا الفلوس راحوا للحج في ذاك الزمان الحج ما كان مثل الزمان هذا نروح ساعتين نوصل للسعودية وفوقها نمنمن نبقى أسبوعا نرجع للبيت نقول شقد كان الحج صعب وما دل شنو وما طون أكل ما دل مرتب وكله كانت حرة الحج كان فيه يعني وصايا كان الحج لمن كان يطلع كان يكتب وسيته كان الثمنه الموت بعض الأوقات كثير منهم كان يروح للحج وصم يرجع يضيع يتيه في الطريق صحاري لا أكو جي بي أس ولا أكو دليل ولا أكو شي صحاري يقول لك المنزل هنا المنزل الثاني هناك لأن تتبع المنازلة لحد ما توصل إلى منطقتك فراحوا الجماعة للحج طولوا إياهم وروحتهم وليتهم ستة شهر حوالي ستة شهر رجعوا إلى العراق إلى سامراه وإذا بحج جعفر متوفي يا الله شن سوي من وين نجيب فلوسنا راحوا يمن السيد سيدة ماذا نعمل هي أمانات الناس قال حج جعفر والله ما أدري دعني أسأل أولاده أولاده موجودين قول إيجا أولاده قالوا أبوكم عاتن وين يحطي فلوسه قال أبونا عنده في الدفتر يحط أسامي به فلان فلاني هلقى دفلوسه هلقى دقروض وما أقروض وهكذا قال جيبوا لي الدفتر جابوا الدفتر شافوا اسم التجار موجود التاج الأول اسمه موجود والمبلغ هذا وقديما مثل ما ذكرت ما كان هناك بنوك كان يحطون الأمور الأموال كان يدفنوا بالأرض أو كان يدفنوا بالحيطان ما دي اللي لاحقين أنا سامع هذا الشي كان يدفنوا بالصحراء كان يحطونه في علامة معينة يحطون وراء بعدين يجيبوه شافوا اسم هذا الحج موجود مثلا هذا الحج فلاني حج علي فلوسه موجود في البستان الفلاني بجانب الشجرة الفلانية الحج محمد مثلا أمواله هناك بجانب الشجرة الثانية الثالث كل ما يدورنا على اسمه ما موجود عجيب وهو كان الصاحب المال الأكثر يعني أكثر أمانات كان لهذا الإنسان شو سوي سيد باوعل لهذا التاجر قل له تقدر تعفي عنه قل له سيدنا شو نعفي عنه هذا مو فلوسي هذا أموال الناس الناس مؤمنين على هالأموال إذا رحت هنا قلت الأموال ضاعت أو صاحبة ميت وراح فلوسني هذول راح يقول لك أنت من قل لك تروح للحاج أصلا إحنا ما دا زيناك تروح للحاج إحنا دا زيناك تروح تسوي ترمم المراقض المقدسة مني قال لك تحطي لفلوس مكان أنت مسؤول وأنت الضامن كما في الفقه فقال ما أقدر أنا صراحة ما أقدر أسوي شي شو نعفي عنه قال زين أنا ما عندي حل إلا حل واحد السيدة رحمة الله عليه الميرز الحسن الشي رازي قل له راح أعطيك فرد رواية عفو النص آية قرآنية أو آيات قرآنية وأدعية معينة إحنا ما عدنا أي طريقة بأن نصل للأموات إلا في عالم الرؤية الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم عليه يقول مضمون الرواية أن المؤمن الميت يزور أهله في الأسبوع مرتان وفي رواية كل يوم وأقلها في الأسبوع مرة يزور أهله بإذن الله المؤمن فالله سبحانه وتعالى برحمته يريه حسنات أولاده يعني أولاده شون جايسون في الأعمال حسنة يساعدون ما إلى ذلك يدرسون يصلون يدعون الله يخليه يشوف هذا الأعمال الأعمال اللي جايسون حسنات هالميت يشوفها بعكس ما يراوي أي نوع من السيئات من الأولاد رحمة بهذا الميت يعني إذا كنت الولد جايسون مو صحيح نحن أخو من نشوف الأموات أرواح ما من نقدر نشوف نحن هو يشوف نحن من نشوف الأعمال السيئة ما يراوي لهذا الإنسان المؤمن الميت عكس بالنسبة للإنسان الفاسق يقول عقابا وعذابا للإنسان الفاسق الله سبحانه وتعالى لا يريه حسنات أبنائه يريه سيئات أبنائه لكي يحتلق أكثر فالأموات الطريق الواحد بأن نصل إليهم إذا الله سبحانه وتعالى أذن لنا ولهم بأن نراهم في المنام فقط طريقة ثانية ما موجود فقال لك طريقة واحدة أنه تروح أنا سامع وقار في روايات البيت بأن أرواح المؤمنين تجتمع وين في واد السلام عند سيدهم أمير المؤمنين صلى الله وسلام عليه هناك بعض آدم موجود نوح موجود هود موجود صالح يعني أنبياء هناك بعض المؤمنين حيث تجمع المؤمنين أمير المؤمنين سلام الله مر من صفين قال والله لأني أراهم حلقا حلقا يعني قاعدين حلقات المؤمنين في وادي السلام طبعا هي من أقدم مقابر العالم إذا آدم موجود فيصير أقدم صح ومصح هي أقدم مقبرة في العالم مقبرة وادي السلام فقالت تروح إلى مقبرة وادي السلام وحج جعفر هناك مدفون تقرأ الآيات والأوراد إذا الله عطف بك وأراد بك الخير رح يشوف في منامك قال سماع الوطار راح للنجف زار أمير المؤمنين صار ليلة الجمعة قعد على قبر حج جعفر مثل ما عرفه المكان قعد يقرأ الآيات والأوراد صار نص الليل صلى صلاة الليل صلى صلاة الصباح غفى ونام على قبر حج جعفر هذا قعد ما شاف شي ما شاف شي قال حج شنو صار السيد قيل هذا تشوف قال خلا بقى بعد أسبوع بقى بعد أسبوع بقى بعد أسبوعين ما شاف حج جعفر عجيب هذا دخل الشك في نفسه اتجاه السيد هالمرة أنه السيد معقول يجي يشذب علينا يقول خليني أرجع للسيد وأقول لللي صار ويا رجع للسيد سيدنا أنت قلت لي راح أشوف ه شما شفت ثلاث أسابيع يعني يقول السيد هكذا يقول السيد ضرب إيده على ييده قال حج جعفر مغلى مبتلى الله هو أكبر حج جعفر أمين صندوق ميرزا حسن الشيرازي زعيم الطائفة معقول قال حج جعفر روح ما موجود بوادي السلام مو المؤمنين عجيب قال إذا كان حقيقة كان في وادي السلام لازم تشوف أنت ما شفت يعني ما موجود في وادي السلام قال والحال التاجر دفلوس جيد دور على الفلوس هو قال والحال قال عندك حل بعد باقي واحد إذا تريد تريد جواب لازم تسوي إذا عندك قدرة قال لازم تروح إلى وادي برهوت من سامع بوادي برهوت شباب وادي برهوت هي من الوديان اللي الله سبحانه وتعالى يجمع فيه أرواح الكافرين والعياذ بالله المؤمنين في وادي السلام والكافرين في وادي برهوت وين في اليمن في حضر موت في الآن إذا تشوفون أكو حفرة كبيرة عظيمة لحد الآن لحد هاللحظة إشقد ما يدزون طيارات ما يقدر يوصلون لقاع الحفرة هاي الطائر أو الدرون تدخل داخل بعد ما ترجع لي فوق فالشي مو طبيع ما هذا شنو هو بس يفقد الجاذبية ما دلي صلاح ده ما عرف شنو هو شي غريب هذا كلام أهل البي سلام الله عليهم واد تجتمع فيه أرواح الكافرين قبل يوم القيامة قال يا سيدنا روح ما عندي حل يعني هاي بعض أموال ما يعني لازم أحل الموضوع مو دولار دولارين من كم ملايين كان يقول شيل نفسك وروح إلى اليمن راح اليمن قال تعال تعال أخذ وياك هذا الشيخ راح يساعدك ينفيدك لعله هذا الشيخ أهل مرة يستلم الموضوع يقول بعد ما وصلنا إلى وادي براهوت يقول شمينا ريح نأتنا ريحة طبعا هي منطقة موحشة حتى أهل اليمن أنا عندي أصدقائي من اليمن يسؤالفون يقول منطقة موحشة يعني مو مالسكنة وواحد يمر بي ويتحرك منطقة موحشة مو طبيعية يقول بدأ هذا الحج التاجر يقرأ الآيات والأوراد وإذا به في لحظات ووقع عينه على مكان ووقف يقول صار مثل الخشبة يقول صار حجي وسكت بعد ما قدرت أسمع قام يتكلم بالبشفافة بعد ما أسمع شي يقول يقول وإذا به لحظات أشوف وقع ألقع عجيب يقول رشأت الماية على وجه هذا التاجر قام من النوم مرعوب أو من الوقع مات مرعوب قال أركض منا خلن نطلع قال لخير شو صار قال اطلع بعدين أقول لك يقول شلنا نفسنا ورجعنا إلى العراق إلى سام الراء قاعد قدام السيد قال سيدنا أسالف لك وحدك لو أسالف مع الجمع كلهم يسمعون قال لا أسالف وحدك كل الناس يسمعون عادي ما عندي سروي الناس والعياذ بالله شوفوا أثر الذن اشقد الذن بتحسوه صغيرة الله سبحانه وتعالى عندما يقول ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى هاي القصة فيها يقول سيدنا أنا أول ما بديت بقراءة الآيات والأوراد وإذا بلحظة كشف الغطاء عن وجه وإذا أشوف الوادي كل نيران الأرض نيران والسماوات كلها نيران ومسوين بالأرض مثل التنانير تنور ما الخبص شاف من الجص يسو يقول تنانير بالأرض ومن كل تنور طالع نار من الأرض للسماء مثل العواميد وبكل تنور أكو إنسان جاي يحترق ويصيح ويقول وإذا بي أشوف اثنين من ملائك ذي ذول نتكلم عن مغلاض الشداد يقول اثنين قش يكون لهم قبيحة ريحتهم نتنة تقربوا إلي وشالين تنور جابوه يمي فإذن مرة طلعوا واحد قام يصيح يأفوا الآن يا تاجر ترى فلوسك بذاك البستان بصف صديقك هناك أنا نسيت تكتب اسمك بس قول السيد خلصني من جاري القصاب يقول رادي تكلم جروا مرة ثانية يحطوا بالتنور السيد قال شنو يعني جار القصاب قال أنت خلص عرف وتفلو زكو تمام بس عندنا مشكلة ثانية تعال نحل حاج جعفر شنو جار القصاب قال جيبوا لي أولاده أجوا أولاده قال عم شنو عدكم جار قصاب يعني لحم يبيع لحم قال لا ثلاث أربعة أولاد كان عندك كبار قال لا عدكم عدكم فكر سأل لعله كان أيها الرجل دين ما أدري قال إيه صحيح أنا لما كنت شاب صغير هل عمر خمس طعش ستطعش ثمانطعش سنة إحنا كان عندنا جار قصاب صفنا كان هذا قال زين شنو وين هذا قال ما أدري بس نرجع نروح نشوف المنطقتنا القديمة راح ودور وعليه لقو السيد قال نفسه جاي عندك يدى زورك السيد ميرزا حسن الشيرازي زعيم يعني كأنه السيد السيستاني الآن يقول لك أنا جاي لبيتك أدى زورك وما تعرف الساني ما تعرف شو الموضوع شو تحسدته يقول هذا قال شيرت مني الميرزا وين آني وين ميرزا ميرزا حسن الشيرازي الرؤساء كان يجون عند بابه وكان يطلعهم من الباب ما كان يستقبل أحد مثل السيد سيستاني شو نستقبل الباب وما مهتم مصن المقام السيد وين وبابه وين مقام رباني من الله سبحانه وتعالى على كل حال يقول قول قلوا لأنه السيد جاي بنفسه يريد زورك وراحوا وقلوا له وهذا استعد وكيف السيد جاي يزور ونقام ينظف بيته ويجا السيد عند الباب طرق الباب مع مجموعة من طلبته فتح الباب السلام عليكم سيدنا بتاع جراسي مولاي قال له سيد قبل ما أدخل إلى بيتك وضع عفوا انقدمه بين الباب وبين الخروج يعني لا هو داخل ولا هو هو برا قال لي قبل ما أدخل إلى بيتك أريدك تعفي عن حج جعفر قال لي ما راح عفي عنه الله هو كبر هاي صارت شغلة حقيقية هاي العاد قال لي يش بتاعفي عنا قال لي تريد أقول لي قدام الناس لا تتفضل داخل سيدنا قال له تفضل يلا دخل داخل قال سيدنا أنا صراحة أيام شبابي كان عندي جاري كان حج جعفر هذا اللي تسمونه حج جعفر أنا كان عندي ابني شاب وكان عندي صديق وعملي كان قصابة قصاب جزار يعني وكان عندي صديق يجي من موصل يجيب لي أجل لكم الله خرفان من صحراء الموصل وما أطراف الموصل يقول له كل مدة بمدة كنت أكتب رسالة يجيب لي حيوانات على موصل يصير عندي أذبح وأبيع يقول يوم من الأيام هذا القصاب عفوان هذا اللي كان عنده من موصل يجي صديقة قال أنا بالنسبة لي صار أكو صداقة مناتهم صار يعرف أنه عنده ابنية وش اسمه فقال أنا أحببت أنه أطلب لابني بنتك القصاب بنت القصاب يعني الموصلي يقول أخذ بنتك لابني هذا القصاب قال أنا بالنسبة لي ما عندي مانع ولكن خليني أنا أسأل الابنية هي نفسها وأسأل أمي شو ش يقولون هدولة من السؤال بعد عندهم حالات خاصة قال مو مشكلة أخبرني يقول هذا راح وراه بيوم يومين هذا القصاب كتب رسالة يطلب منه في مجموعة جديدة أو في مدة معينة كتب أنه إذا ممكن هل قد خرفان هل قد ما دري معز وإلى آخر الأمور وبالأخير كتب وأما بالنسبة إلى أمر الزواج من ابنتنا فنحن لا مانع لدينا يعني ما عندنا مشكلة تفضلوا إذا تحبون تخطبون هذا استلم الرسالة رسالة استلمها قراها الموافقة جديدة الآن شو اللي نسو هذا لأب لأبنة يروحوا يسأل عن البنت شلون البنت تفيد الولد يا ما تفيد المن يسأل جيران يسوان الجيران المعارفة اللي موجودين بالجيران رأى بالمحلة قال له لحاج جعفر هذا الإنسان يعرف الكل ومعتمد الجميع الكل يحبوه قال زين رأى عند حاج جعفر قال له حاج جينا أنا جاي رأي أخطب لأبني وأنا من موصل بعيد ما أعرف أحد جاي أخطب لأبني ابنة القصاب جارك شنو رأيك بالبنية زينة أو مو زينة السيد يقول هتش يعني يمثل الموضوع يقول حاج جعفر قال ما أدري أكو فرق كبير بينه تقول ما أدري وبينه تقول ما أدري تحرك حركات بوجهك تسوي حركات بجسمك يدل على مواضيع أخرى يعني لا أدري ماتك مو لا أدري عادية لا أدري ولكن أكو شغلات يقول أنا أما تفي نفسي هذا الموصل يقول أنا أما تفي نفسي حسيت أكو مشكلة يعني مو ابنية يعني زينة أو مشكلة معينة فأنا صراحة غضيت النظر عن الموضوع قلت يمكن أنت وما ترح تزوج بنتك وهاي ابنها ما تتزوج الحمد لله صار عندها أولاد قال شون تقول بنت صار عمر خمسين سنة عانسة الآن كل واحد أجه وطلب إيد بنتي كرما من عندي قلت أنه هي مخطوبة لابن الموصري شوف أثر الكلمة حج جعفر هذا الإنسان ما كان عند نية سوء طبعا كان عند نية بأنه يخطب لابنية لابنه على موضوع هذا ما يحصل على موضوع هذا يخطب لابنه النية حسنة فعل حسن ولكن النتيجة شنو كانت سيئة فقال أنا بالنسبة لي هاكذا وصلني حج جعفر قال هذا مو يعني قال لي ما أعرف فأنا حسيت أنه أكو مشكلة فقال سيدنا أنا لحد الآن قاعد وابنتي وابنتي عانسة عمرها صار خمسين سنة اثنين وخمسين سنة بدون زوج بسبب كلمة لا أعلم الحج جعفر قال يا عانسة ما تحفي عنه قال مستحيل أحفي عنه إلا ما يرجع بنتي الآن شابة قال هذا مستحيل قال أنا عندي عليك عندي إلك مثل ما يقولون آفر فرد طلب شنو قال إذا الآن أجالك فتخطابة لبنتك هاي تقول عنها عانس تزوجها قال ما أدخل أسألها راح دخل داخل ابنية همات كبيرة في العمر صايرة بعد قال ما عنده مشكلة آخر أبري ما أدخل في اليوم أن نكون وير رجال اطلع بر قال ما عنده مشكلة قال أنا تكلمت مع هذا التاجر اللي كان سبب كل هالقصة العقد فتزوجها قال الآن تعفي عن حج جعفر أنا لا قال عفيت عن حج جعفر عفى عن حج جعفر وراب يوم أحد طلبة السيد يقول هذا لا كان يعرف شنو قصة التاجر ولا يعرف شنو قصة القصاب ولا يعرف قصة الحج جعفر يقول أجي عند السيد قعد عنده قال لسيدنا أنا شفت حج جعفر صاحبنا بالمنام بلابس حلوة بيضة ومرتبة كأنه بالجنة قاعد وقال كلمة ما افتهم الشيء معناته قال الشكر من السيد وقل شكرا على أنه حليت رقبتي من عند القصاب أثر كلمة واحدة صار في نيران جهنم احنا شم سوين في حياتنا يلا كل واحد انتبه لنفسه الآن كلمة لا أعلم صار في نار جهنم في الدنيا في البرزخ فكيف بالآخرة العمل الصغير هذا جزاؤه فكيف بالأعمال الكبيرة من الغيبة والنميمة والبهتان والدجل والرياء وما إلى ذلك من الأعمال السيئة اللي فيها اللي فيها آثار سلبية في الدنيا لكل فعل رد فعل يساويه في القوة ويخالفه في الاتجاه هذه الليلة ليلة غريب كفان إن شاء الله نعتبر من هال القصص أحنا طبعا نتكلم القصص مو فقط نسمع قصة لا نعتبر من نفس اللحظة نسمع القصة نغير من نفسنا أنا أتكلم عن نفسي من الذين غدروا أو غدر به في معركة كربلا أو أول من غدروا به في معركة كربلا هو مسلم من عقيل صلوات الله هذا الإنسان اللي الحسين صلى الله عليه يقول أني أرسلت إليكم أخي وثقتي من أهل بيتي وقف في الكوفة وبايعه على أقل التقادير تسعة عشر ألف إنسان في ليلة واحدة وإذا به في الليلة التالية يريد واحد يدلي على طريق من وين يروح في الكوفة ما حد يدلي بعد غدروا بهذا الإنسان العظيم يسأل يا ناس أنا غريب أنا غريب بهذه المدينة إجئت هنا على مد تطوني بيعتكم للحسين غدرت بي بس دلوني على طريق لا أحد يدليه للطريق فأخذ له طريقا في سكك الكوفة في شرارع الكوفة كوفة كبيرة كانت وإذا به يقف على دار امرأة بيضة وجه الكوفيين امرأة بثلاثين ألف رجل هذه الامرأة الموالية الطيبة المؤمنة طوعة رحمه الله تعالى وقف على باب طوعة وإذا بطوعة كانت منتظر ابنها ابنها كان فاسق من فساق الكوفة هذا كان عين من عيون ابن زياد وإذا بي مسلم على باب طوعة وطوعة وقفت وخرجت من البيت وشافت مسلم على الباب واقف قالت ما لوقوفك على بابنا لا أجيز الوقوف لك في هذا المكان أنا امرأة احنا النسوان عيب انت رجال عربي شون واقف على باب النسوان الله شو كلمة طبعا تقطع قلب مسلم هالكلمات قالت له لا أجيز لك الوقوف على باب داري قال ما أدري شون قصته مويل ما أهل البيت سلام الله عليهم تشوف الكل بالأخير يطلب ماي بالأخير أم يحصلها دخلت وإذا بابنتي طوع على الباب وإذا شافت في المنظر ركضت إلى داخل البيت مرعوبة قالت ها يما شون شون شفت شون صاير خير أذاك الرجال قالت لا يا أماه لكن عندما خرجت دخلت إلى البيت رأيت بهذا الإنسان الجليل وضع رأسه على الحائط وانهمر الدموع على خد أيوة مسلمة وغريبة وإذا بطوع أتت بالماء شرب الماء حمد الله سبحانه وتعالى وإذا به ظل واقفا قالت له لا أجيز لك الوقوف على باب دار أيوة وهلهج الصعب وعلى مسلمة يقل لا يا تقل لا يقل لا وعانا مستدير أنا لا أهاي العني ولا عجير خذلوا بي أهل الكفة أنا لا أهل لي في هذه المدينة يقل لي العاية وعانا مستدير أنا لا آية لعندي ولا عشيرة من أنت سيدي من أنت أنا مزني من فاقد نصير من أنت مزي من أنت من أنت مزي من أنت أهل من أنت زلم غربتك قالت له سيدي انا قادمة لك ولعمك امير المؤمنين تفضل البيت بيتك دخل مسلم الى البيت قال لها اتيني بمالي اجدد الوضوء واذا بمسلم اخذ يتوضأ وبدأ بالصلاة راكع ساجد ذاكر تاري للقرآن واذا به يقول لطوعة سيد طوعة امت الله سوف انام قليلا افيقيني لصلاة الفجرة واذا بطوعة تقول ما رأيته انام قليلا واذا بنعين ابنها دخل البيت شاف امها تدخل وتطلع تدخل وتطلع شنو صاير بالبيت هالغرفة تم تدخله امي واذا به نظر الى الغرفة واذا رأى بمسلم داخل البيت داخل الغرفة هرب الى عبيد الله ابن زياد وهو ينادي بشراء الامير بشراء المشارة مسلم الذي تدور عنا موجود ببيتنا يا عبيد الله يقول واذا بعبيد الله هذا اللعين امر الجيوش مواحد موا اثنين موا ثلاثة تلاثمائة انسان خرجوا لمقاتلة مسلم خرجوا الى مقاتلة مسلم وصلوا الى البيت واذا بطوعة تقول سيديك ان الناس خارج البيت يقول مسلم خرجت من البيت وهو يناديه اقسمت ايا لا اقتل الا حراء اقسمت لا اقتل الا حراء وان رأيت الموت شيئا نكراء واذا بطوعة من فوق السطح تناديه وطاعت سيح على السطح يشه الكسير يطاعت سيح على السطح يشه الكسير يشه كشير مكسور الجناح وإذا بمسلم أخذ يقاتلهم قتال الأبطال وإذا غدروا به كغدرهم وختلتهم دائما وأبدا وإذا بهم صنعوا حفيره واحتوشوه من كل جانب ومكان هذا يضرب بالسيف وهذا يضرب بالرمح والنساء من على الأسطوح يضربونه بالحجارة والنار أيوة وإلهة أيوة مسلمة وإذا احتوشوه من كل جانب ومكان إلى أن سقط في الحفير بالعزيز عليكم أيوة مسلمة وقع بالحفير أخرجوه مثخنا بجراحة بعد ما كان بحلي قاتلها أخرجوه من الحفير وإذا بضربتنا بضربتنا على شفاه المباركات قطع شفته اليسرى فسال الدم على فمه وإذا بابن الأشعث اللعين يقول رأيت مسلم وأخذا يبكي فقلت له يا هذا يا مسلم إن الذي يطلبه مثل ما تطلب إذا نزل به الموت لا يبكيه قال يا هذا لعنك الله ما أبكي لنفسي لمن تبكيه قال أبكي الحسين وآل الحسين الذين بعثتم به بالرسائل إليه بأن تبايعوا وخذلتموني وخذلتم الحسين أخذوه مثخنا بجراحه وصل إلى باب القاص قد اشتد به العطش أيوة مسلمة فرأى كوزة من الماء جر من الماء فأراد أن يشرب فأراد أن يشرب وضعه على شفته فسقطت فيه ثنايا فامتلأت ماء دماء فقال الحمد لله لو كان من الرزق المقسوم لشربنا فدخل على ابن زياد وقال اللعين سلم على أميرك وهو يقول إنه أميرك أنت أميري حسينان ونعم الأمير بلسان الحال أميري حسينان ونعم الأمير سروره فؤاد البشير النذير وإذا قال اللعين سلمت أو لم تسلم فإنك مقتول فرد عليه مسلم قال قد قتل من هو أشر منك من هو خير مني وكان يقصد بابن ملجم وأمير المؤمنين سلوات الله عليه وابن ملجم وهو أشقى الآخرين كما قال رسول الله وإذا باللعين يأمر بمسلم بأن يسعدوه بأن يسعد إلى سطح الإمارة رأي سطح القصر فسعدوا به إلى القصر أيها ويلا جهز قلبك ها وإذا بهم وضعوه على جانب الحائط وإذا بمسلم يقول لهذا أمهلني هنا أصلي ركعتان وبعدا افعل ما تفعل انظر إلى حزب الله النجباشي سونا آخر لحظاتهم صلى مسلم ثم أدار برأسي إلى المدينة وقال السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا أبا عبد الله سيدي لتجي للعراق ذال غد رومين سيدي أبا عبد الله وإذا بالحسين بالإعجاز يسمع صوت مسلم وقال السلام عليك يا مزليم فمنهم من قضى نحظه ومنهم من ينتظر أيها وسيدا أيها سيدا ومنهم من قضى نحظه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وإذا باللعين رفع سيفه وضربه على عنق مسلم أي رحم الله من نادى ومسلمه أي رحم الله من نادى وسيداه أي رحم الله من نادى وشيداه إنهم قد دعوار قضى وشاعة أخبار إنهم قد دعوار قضى وشاعة أخبار رموه القيام من قسر الامارة وهان انجتو العقبة وبقدار ياموظ المولى بعد واحد يصلها ياموظ المولى بعد واحد يصلها بيت الدعاء واسألك الدعاء وين اليكصد بها الحين لارض المدينة ويخبر حسين مسلم وحيد ومالهم عين او دار وعليه القوم صابين صابين ينجار ينجار عادة اليستجير يكون ينجار وعن شتل حليف الشرف ينجار ينجار مثل مسلم صديق بالحبيب ينجار وتتباشر بشتل علو جميه اخر ونه يا يا وتتباشر بشتل علو ايضا يا 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 ايض تحمل العاية. كل البكاء والنوح والحسراء على. كل البكاء والنوح والحسراء على. يا بريب كربلا يا بارد الله. حبه ايه بقلبه ايه.